يا صباح الخير والسعادة على حضراتكم صباح جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح مي حلقة النهاردة حلقة يوم الثلاث بتاريخ 12 ابريل 2022 يا رب النهاردة يكون يوم جميل على حضراتكم مليان دايما بطاقة إيجابية وتفاول خليني أذكر حضراتكم بفكرتنا زي ما احنا متعودين بنبدأ دايما بفكرتنا الإخبارية هنتابع فيها النهاردة نشاط السيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس وطبعا الاجتماعات اللي قام بيها وأهم ما جاء في خلال هذه الاجتماعات إلى جانب كمان يكون معانا تقرير خاص بنشاط الداخلية والعديد من الأخبار اللي بيكون معانا فيها مدخلات هاتفية عشان نعرف مزيد من التفاصيل فكرتنا التانية فكرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المنشتات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية وده يكون النهاردة من خلال دفنة أستاذ عبدالسطار حتيتة الكاتب الصحفي هنحلل معاه أبرز المنشتات السياسية الداخلية وأيضا الخارجية اللي طبعا خاصة بالأزمة والحرب الروسية الأوكرانية فكرتنا التالتة والأخيرة النهاردة فكرة السياحة والأثار هنتكلم فيها عن منطقة هامة جدا من أهم المناطق اللي تأسست فيها الرهبنة في أول عصرها هي منطقة كيليا المعروفة بجبل الألالي بمحافظة البحيرة هنعرف أكتر عن المنطقة دي وطبعا أهم الأثار اللي موجودة فيها من خلال دفنة النهاردة دكتور نادر ألفي ديكري أستاذ مساعد بقسم الإرشاد السياحي كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة أسادات خلونا في البداية نخرج لفاصل مشاهدينا ونرجع نبدأ أول فقراتنا وهي فقراتنا الإخبارية خليكم معي شكرا